السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال اليوم سوف نصيبوا كمامات كما تعرفوا أن الوباء باقي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نرفع لنا هذا الوباء في القريب العاجل وخسطة ضروري أننا نصيبوا الكمامات اليوم سوف نتشارك معكم كيف سوف نصيبوا هذه الكمامات سهلين وبدون آلة الخياطة وكيف يأتيون سوف نتشارك أي توب من اخصى يزور المثال وهاي نجب على قريب نجد أنك سوف كبير أخذ بالنقى لنجاation تبصيل نأخذ كبير لنقوم بتقديم الدائرة كامل نقوم بتقديم الدائرة للتبصيل جرس نضغب الضعور على دائرة كاملة نضغب الضعور على النظر نضغط بالنصف نضغط بالنصف سوف نضغط في الصورة أقوم بقصد 3 ساعت طويلة بهذا الشكل لنقوم بقصد 4 ساعت في هذا الجهة المسدودة نقوم بقصد 4 ساعت و في الجهة الثاني ساعت حلقة 8 ساعت تقوم بقصد 4 ساعت 8 ساعت نستخدم البلاسة لتدرس الدائرة نستخدم الدائرة من نقطة 8 سم نستخدم المرسة نستخدم الى السيلو نستخدم المقص نقطع القطع البلاسة سوف نخيط البراو و الخيط نخيط البراو و الخيط نخيط البراو و الخيط نقوم بفعل البراو و الخيط نكمل البراو و الخيط نضغر غريزة نضغر غريزة نخيط البراو و الخيط نضغر غريزة ثم سوف نقوم بفعل البراو و الخيط نضغر غريزة نضغر غريزة نضغر غريزة نضغر غريزة نضغر غريزة لذلك مرحلة اضافة سأخذها سهلة و لا تتأخذ معاكم وقت تبا و بالألة الخياطة سيجعلكم في الطميم نضعها إلى طريق البراو الخياط و سنخيطها و سننضعها نقلب الكهرباء نقوم بتقريبه نقوم بتحفيل براو الخيط تستعملوا اي طوب نضيع الكمامة نضيف كابل براو الخيط نضيف مالغريزة حتى نضيف المرحة ثم نخيطها كاملا ونقلبها نحن نخيطها كاملا نحن نضيف نفعل نفعل لون الخيط نتمكن من الان نضيف الط terminology نضيف الطرق كامل الان نحاول غيب جهة التواصل من الخنية غيب جهة حتى نضيف الطرق أضع القنات أضع القنات نضع القنات ونسخها أدفعهم أضع القنات أقلبها كاملة نستعن دائما بالمقص لكي نخرج هذه القناة كما قلت لكم شاهدوا هذه الكمامة بين شكلها شاهدوا معيارها سهلة سوف نخيط هذه البليصة التي لم نخيطها لذي نجعلها لكمامة سوف نخيطها بالبرو الخيط نحاول نجمعها لكي نسدها نساعد ذلك نماء الخيط نقضعه دائما ننسح للخيط ونقضعه لكي لا تنسب بشكل كضي شاهدوا هذه الكمامة سوف نقضعها لسيك ونضعها في الجناب اتنظر على الكمامة نضع الثوب و نضع الخيط المطاطي نضع الخيط نضع الخيط نضع الخيط و نضع الخيط نضع الخيط نضع الخيط خيط المطاطي سنتبتها جيدة بعد خيط المطاطي سنجيب المصلح ونحاول أن نصلحها ونحاول أن نصلحها لتأخذ الأفوغ من ليد ندوزه ندوزه قمت بالفرق نضيفها والفرق نضيفها ونضيفها سنتبتها أو الخيط المطاطي سنضيف سنتبتها حتى نصلح إلى الخيط المطاطي وهذه هي الكمامة بعد وضعها هذه الخيط المطاطي التي قمنا بها 16 سنتيم لكي يمشي سنتيم فجنب و سنتيم فجنب يبقى لناها ك 14 أو 13 سنتيم لدينا هي هذه لدينا لقد الوجه و تغطيها جيدا من جهة الناف و من جهة الدقن و تغطينا الوجه جيدا وهذه هم الكمامات التي قمت اليوم شاركتهم معكم نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة رأس سهلين و بالألة الخياطة ولكن لا تغطيها نتمنى تفهموا و تكونوا فهمتوا الطريقة و عجباتكم و وجهتكم سهلة و نتمنى الله سبحانه و تعالى و لا تنسى و تجعلوا لي لايك و لا تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و الى فيديو مقبل ان شاء الله